السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى فيديو جديد. مبارح وبينما كنت امشي في السيارة استمعت لي خبر على الراديو. مفادوا ان واحد من مدينة بيرغهايم اتعرض لتصيد الاحتيالي عن طريق البريد الالكتروني. يعني قصد ان واحد ومديلي ايميل وقال له فوت بياناتك تبعت شبار كاسة. فالزلمة فوت بياناته وما كذبش خبر. الزلمة الثانية ذاك اللي قال له فوت البيانات أخذ المصاري كلها وانهزم فيهن. المهم يعني ما خدتش وعطيتم الخبر صراحة لانه قلت انه حالة بتصير. اليوم واحد من الشباب الله يجري خير. بعث لي هاي الرسالة. اول شي بعثتها من رقم عادي يعني رقم موبايل عادي. بعدين كاتب لي هون شبار كاسة يعني كاتب لي احرف كبيرا انه مشان انتبه. بعدين كاتب لي هون هاي الرسالة. بقول لي زير غير تكويندا او زي شراي دو كوندن. يعني عزيزا العميل لأسباب امنية انه روح على هذا الرابط. يعني روح على هذا الرابط معناه انه اعطينا معلوماتك والله لو سمحت. طيب فعلي صراحة اقول احبيت انبهكم. يعني صراحة انا اول ما شفت شبار كاسة قلت هلو شبار كاسة شو بدون مني. يعني يعني دغني خطر ببالي انه شبار كاسة ما خطرش ببالي اشي ثاني. بس بعدين طليت عن رقم. قلت يا الله هذا الرقم يعني ما لموش بالعادة شبار كاسة يموده من رقم موبايل عادي. ثاني اشي اذا اشبار كاسة بدون منك اشي بودونك بريد. يعني ما بودونك اشي عن طريق اشي رسائل الالكترونية. سواء البديد الالكتروني او سواء طريق الاس ام اس. الاشي الوحيد اللي بجيك عن طريق الاس ام اس هو بس التطبيق تبع الاس تان او البوش تان. طيب يعني بس ان شاء الواحد يقطع الشك باليقين انت فيك تنسخها الرابط. الاحسن انك تنسخه على متصفح مالوش علاقة بالمتصفح اللي بتفتح فيه دائما اشبار كاسة. اني نسخته مثلا اني صارح تناظه اج ما بستعملوش شيلة بالمرة. بس اذا روحت عليها هون ونسخته وروحت عليه. عس اعب قد ديلي عساس انه شو هاي انه صفحة اشبار كاسة هسا هون. شوف. وداني هاي. الصفحة ما بينه مثل اشبار كاسة. مكتوب هون بس شو الرابط طبع حب قللك. بس اذا روحت على اشبار كاسة الاساسي. اذا روحت هون اشبار كاسة دورت على اشبار كاسة راح تلاقي الصفحة مختلفة. اول شي الرابط يعني هون. يعني انا مثلا اشبار كاسة تبع كولن فهو كاتب لي هون. بينما هذا الرابط شو يعني مختلف تماما. هذا الرابط بقول لك. هسا عن الافرد بقول لكم انه بدون او المنطقة يعني. خليني اعطي المنطقة مثلا. او خليني اعطيه. خليني اعطيه بو سليس سال. خليني يقول له اوكي. طيب هاصل طبعا انه كاسة شبار كاسة كون. بس يعني احنا ما بناش نوصل لمرحلة اللي نحط ميالاته. هي اسم المستخدم وكلمة السر. انا بس حبيتها ورديكم. احنا بقول لي لادن زي ديزة زايتة نش نوي. يعني انك لا تعيدش تحميد الصفحة. انا بديش ارد عليها صراحة. انا خافي يسوي لي اشي. وانه يقع بس تنف. عشان يكرح اعيد تحميد الصفحة. مشان تقرب علي السلافة. طيب. طيب رجع احسا رجعك للمرحلة الاساسية انك شو ادخل بياناتك. طيب القاسة انه شوف فسعة. اذا فتت على الصفحة ما اختلف ايش ايش. بالنسبة للصورة. يعني هو وداني على اساس عنك راس اشبار كاسة كون. يعني وداني على مركز تبع كون. بس نفس الصفحة. بينما اذا رحتنا الصفحة الاساسية تبعت كل. شوف راح تكون الصورة. راح تكون مختلفة تماما. مع انه يعني تعبان صراحة تزلم كتير يعني. والجماعة يعني تعبان يتكير. شوف لانه لدرجة انه مسوي كل شي يعني نفس نفس اشبار كاسة عادي. بس انه شو هون? مش فعال الرابط. يعني انك لازم تدخله او تحدد له البنك. كأنه حتى يعني يدوروا على بياناتك يعني بشكل اسرع يعني. مش باقول يدوروا في بيانات كل البنوك. او كل اشبار كاسة الموجود في المانيا. وهون ما فيش اشي فعال يعني بس المكان الوحيد الفعال انك تحط البوست لعسال. اذا حطيت له بحث ما فيه بحث. القاتل انه الصفحة ان بين انه شغل يعني شغل اه والدنا او شغل اه هو والدنا حرام يعني صراحة. فاني حبيت انبهكم. اذا اجاكم رابط او رسالة في المعلومات التالية بيقول لك انه والله احلمني اشبار كاسة ونطلب انك ادغت لناك بياناتنا على لهذا الموقع. فاديروا معكم تفتحوا. لا تفتحوا هاش. اني فتحتها بس يعني بس حبيت اوارجيكم مني. صراحة المفروض انه ما اثماديتش كتير يعني وصلت لهاي المرحلة. بس حبيت اوارجيكم. ان شاء الله البيانات او بيانتي لحد الان في امان. طيب خليعوا وقوموا في فيديو. القصد. اذا اجتكم رسالة من شبار كاسة في نفس نفس هذا النص. ديروا معكم تفتحوه. حتى انه كتب لك شبار كاسة وحالف لك يمين انه والله احنا شبار كاسة ونطلب منك رجاء رجاء حار يعني انك الدخل لنا البيانات تباك. ديروا معكم نحطوه. طيب ارقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم. الله وبركاته.